مرحبا بحضرتكم مرة تانية والحقيقة أنه زي ما بأكد دايما أنه الفرحة بتاعة المباريات اللي بنفوز بيها وبنقدم أداء كبير فيها خارج أردنا في المباريات الحاسمة في أفريقيا بيبقى ليها فرحة تانية خالص وبتفضل في ذاكرة جماهير النادي الأهلي وأعتقد أن المباريات دي إن شاء الله وإحنا بنحقق اللقب إن شاء الله تكون زي مباريات إنيامبا في 2005 باترو أتليتكو في 2001 لما قدر الأهلي إن هو يطلع من موقف صعبة ويحقق فوز ويحقق البطول عندنا كلام كتير قوي على مباريات المباريات وعلى الفترة اللي جاية ومشوار أفريقيا طبعا مع ضيوفي اللي بنوارني وإستاذ طارق الأدور طبعا النقد الرياضي الكبير مرحبا حضرتك يا فاند أهلا مجيد ومبروك للأهل المباريات الأداء والفوز أكيد طبعا إحنا نتكلم كتير قوي يا دكتور وخليني بس أرحب بكابتن أحمد عيد النجم الأهلي السابق منوارني دايما يا كابتن أحمد ربنا يخليكم سعيدة أن أبقى موجود معك دايما ومع الدكتور طارق طبعا إحنا طبعا سعداء أكتر دكتور عايزة أعرف منك شايفة زي المباراة فنيا من ناحية الأرقام حضرتك يعني في الأرقام والإحصائيات يعني دكتور فعلا عايزة أعرف منك إزاي شفتها فنيا بعدما كنا مباراة الزهاد يعني متعدلين على أرضنا خايفين من المباراة دي بالتحديد وعايزين نطلع بنتيجة كبيرة قوي وإيجابية على أرض طبعا بيتا كلاب شوفي هو فيه حاجة أساسية هنتكلم فيها بداية الفرق الكبيرة كلها عندها الصفة دي الفرق من الفريق الكبير والفريق اللي هو ما عندوش خبرات في الفوز بالبطولات والألقاب وكلام من ده أن الفرق الكبيرة تعرف ترجع في الوقت اللي هي في أزمة فيه والأزمات دي كانت كتير أوي السنة اللي فاتت زي باته الهلال السنة اللي فاتت بعد لما الأهل كسب البطولة أما أنت ترجع حتى فيه فيديو جميل كده كان معمول على اليوتيوب على الأكاونت بتاع قناة الأهل يعني كان بيحكي القصة فأنت لما تشوف القصة بأصل راجعي تشوفي إزاي كانت المواقف فالسنة اللي فاتت مثلا ما كانش موقف واحد ده موقف الخسارة من النجم الساحلي في أول مباراة في المجموعة موقف التعادل مع بلاتينا مستار في الجولة التالتة واحد واحد هناك واحد واحد هناك وكان الموقف ده عقد الدنيا تماما والموقف الأخير أن أنت لازم ما اخسرش قدام الهلال في الخرطوم في الموقف اللي هو كان فيه جمهور برا الملعب كمان وكان شوفنا كانت معركة حربية مش مباراة فتلت موقف كانوا صعبين جدا وختما بالمباراة النهائية بقى اللي هي قدام الزمالك برضو كان موقف صعب جدا وأوقات من الكثير من المباراة وأنا بقولها هو وفعلا وحنا على قناة الآلي أن الزمالك كان أفضل من الآلي فنيا خلال المباراة فتجاوز الآلي الموقف الأربعة السنة دي الدنيا مشت كويس في الدور التمهيد لأنك مع فريق سهل فابتدنا دور المجموعات ابتدنا دور المجموعات بفوز كبير لكن الموقف اتعقد من الجولة التانية بعد الخسارة من سيمبة وبعد كمان الجولة التالتة ما تعادل الآلي مع بيتا وفي القاهرة فبقى الموقف معقد عشان كده أرجع تاني وأقولك أن الفرق الكبيرة دايما المحك بتاعها الحقيقي هي لما بتتحطف موقف صعب والأهل تحطف موقف صعب عمل فيه نادي الأهل مبارح كان فيه أنا قلت كده وحللتها سبع عوامل سواء فنية أو نفسية هي اللي خلت النادي الأهل مبارح يوصل إلى أن يفوز برا ملعبه أول فوز في تاريخ الأندية المصرية على أندية كونغولية وكان فيه حصل لابس كده عند الناس قالت لك لا ليبار الكونغولي الأهل فاز عليه برا ملعبه في الجولة كانت التالتة من مباريات المجموعات عام 2013 بالضبط كان فيه ليوبار بطل الكونغو لكن ده بطل الكونغو فيه ناس بيحصل عندها لابس كونغو برازافيل غير الكونغو الديمقراطية لو قلت الكونغو بس يبقى أصدي على البرازافيل لكن عشان أقول الكونغو الديمقراطية أقول جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي هي او ريبيبليك ديموكراتيك دو كونغو اللي هي الجمهورية الكونغو الديمقراطية اللي منها فيتا ومازينبي طبعا ده ما لناش دعوة بالكونغو برازافيل اللي الأهل فاز قبل كده خارج ملعبه هذا هو أول فوز لنادي مصري على نادي كونغولي في عقر دار الفرق الكونغولية في التاريخ بعد 22 وبراء 16 خسرهم الأدية المصرية وستة فقط انتهى بالتعادل ودي كان الأول فوز خارج الديار لفريق مصري على فريق كونغول هنتكلم على أكيد سر التفوق ده أكتر يا دكتور بس خليه كابتن أحمد أسألك بقى مسيماني مريح فاجئ الجميع لعب باربع باربع اتنين ولعب بمروان والشريف شفت إزاي أنت تعامل مسيماني مع المباراة دي أكيد طبعاً لكلام الدكتور إن فعلاً النادي الأهلي هو عنده مقاومات البطولة وده بيدل إن انت بتكسب بره ملعبك وخصوصاً في الفترة الأخيرة إن كله كان بيتكلم على أداة النادي الأهلي أو دي مش النتائج المنتظرة من اللعيبة لكن كلنا كان محبي النادي الأهلي كان عندنا ثقة في اللعيبة إنهم زي ما كنت بطلع أتكلم محطيك قبل كده إن اللعيبة عندها مقاومات البطولة الجهاز الفني عنده مقاومات البطولة وبيبانوا في المواقف دي يعني اللعيبة لو ما عندهاش مقاومات البطولة مش هقدر يكسب بره ملعبه في مباراة يعني 50-50 لكن النادي الأهلي بيحقق مكسب كبير مستر مسامانيا بشوف إن هو عالج السلبيات تاعة المباراة اللي قبل كده حتى في الحالات الدفاعية إن الرجل بينزل بيفرد أسلوب لعبه وده كانت مهمة جداً إن انت نادي الأهلي هو بتربع العرش أفريقيا فطبيعي إن انت تنزل سواء دخل ملعبك أو خارج ملعبك إن انت بتنزل بتفرض أسلوب لعبك وده اللي فرق مع شكل النادي الأهلي في الأداء لكن لعيبة عندهم قومات البطولة لعيبة دي المباراة اللي بتعمل مدرب بتعمل مدرب كبير دي المباراة اللي بتعمل لعيبة كبيرة إنه تتحمل مسؤولية تتحمل الضغوط وأكيد مكسب يعني مش غريب عن النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب مفروض يلعب بره زي جوا وبيحقق مكسب بره أكيد هيدفله إن هو يتأهل الدول البعض كده إن شاء الله وده حاجة مش غريبة لكن مستر مسماني يتعامل مع المباراة بشكل جيد وأنا بشوف إن الحاجة الإيجابية اللي تلعب بيها إنه أعالج سلبيات المباراة اللي فاتت مع حتة اللي كان يتحط في الاعتبار لفترة الأخيرة إن النادي الأهلي كان كل 3-4 ديام مباراة فده كان ضغط بدني على الفريق لكن بيزهر الفريق بشكل جيد وبيحقق مكسب كبير على فريق فيتا فأكيد مكسب مهم طبعا أكيد دكتور سوري عايز أعرف من حضرتك شايف مين أبرز منافسي نادي الأهلي في المشوار ده من بطولة أفريقيا على لقب النجمة العشرة شايفين فيه يعني فرق كتير بتصطفيق كمان عايز أعرف من خلال المتابعة للموسم أو للبطولة للموسم ده بشكل عام شوفي ده سؤال مهم جدا لإن إحنا دايما بناخد موازين القوى الأفريقية متغيرة المستويات على طول يعني إحنا لو جبنا عشر سنين بس عشان نشوف فيها المستويات القمية والفرق اللي بتكون تحت وتعلى فوق والفرق اللي بتكون فوق وتتراجع شوية هتلاقي فيه تغيرات كبيرة جدا من مثلا من سنين قليلة كنا نلاقي نيامبا هو المتسيد الكرة في القارة كنا نلاقي نادي نيامبا الناجي كنا نلاقي سانداونز فترة واختفى سانداونز طلع لنا الرجاء والرجاء والنجم السحلي في تونس طلعت لنا فرق فيه فرق ظهرت وفرق اختفت وهكذا الكرة إفريقية متغيرة باستمرار لكن الحقيقة السنة دي أنا من وجهة نظري أن الفرق القمية اللي هي هتكون لها دور في المنافسة على اللقب لن تخرج من الأهلي وأنا كنت بقول في أول موسيب الزمالك لو لا تراجع الزمالك طبعا وحصوله على نقطتين فقط من أربع مباريات فأنا شايف الزمالك الوقتي في الظروف اللي هي بيمر بيها الوقتي صعب أن نحن نحطه ضمن المنافسين لكن برا الأهلي والزمالك أنا شايف فرقتين هيكونوا منافسين قوياء جدا للأهل السنة دي هما سانداونز اللي جمع الـ 12 نقطة بالكامل الفريق الوحيد في المجموعات الأربعة اللي جمع الـ 12 نقطة بالكامل ومعاه أيضا فريق الوداد اللي هو مش الوداد اللعب الأهلي لا ده زاد عليه بكتير جدا وبزاد نجمه أيوب الكعبي شايف أنه هو فريق الوداد السنة دي هيكون منافس قوي جدا يعني شايفه مختلف عن الموسم اللي فات آه مختلف طبعا يعني أكتر من اللعب تميزه يمكن كان السنة اللي فات عشان الكورونا وكده مستويات كتير من اللعيبة تأثرت شوفنا حتى لعيبي النادي الأهلي بعض اللعيبة اللي بتعدت عن المستوى شوية ورجعت تاني وفترة التوقف الست شهور كتيرة ديت عشان الكورونا كل ده أثر على المستوى لكن فريق الوداد السنة دي لا رجع إلى زهوته رجع إلى فريق منافس بكل قوة أنا بشوف أن دولوا معهم الحصان الأسود سيمبا أنا شوف السيمبا التنزاني هو الحصان الأسود البطولة حتى الآن فريق جيد جدا ضمن يعني أو اقترف جدا من التأهل أصبح الوقت فيه ثلاث فرق ضمن التأهل اللي هي ساندونز الجنوب الأفريقي والتراجي التونسي والوداد المغربي يمكن مجموعة الأهلي ما فيش حد ضمن منها لسه لكن أنا بأعتقد أن صعود النادي الأهلي من هذه المجموعة أصبح بنسبة 99% مش 90% كمان يهمنا أننا نتأهل أول مجموعة ولا مش فرق أول أو تاني بصي أول مجموعة عنده مميزات كتير أول مجموعة عنده مميزات أنه طبعا بيلعب تاني مجموعات لأن الأربعة أول مجموعات كل فريق أول مجموعة بيلعب تاني مجموعة فأنا لما أطلع أول مجموعة على الأقل أضمن إيه حابعد عن اللي أنا بقول عليهم دول الوداد حيتصدر مجموعته فابعد عن الوداد ساندونز حيتصدر مجموعته فابعد عنه الترجي غالبا حيتصدر المجموعة فبرضه أبعد عن التلاتة اللي هم المفروض أن هم رؤوس مجموعة طبعا الفرقة ما بتلعب مع أي رأس مجموعة تانية أو أول مجموعة تانية مع دم مجموعته فلو الأهل طلع تاني لقدر الله حيلعب أول مجموعة فهتلاقي صدام مبكر جدا في دور التمانية أنا بشوفه أنه يتأجل شوية للدور قبل النهائي زي مثلا الأهل وزمانك السنة الفات الصدام بتاعهم في النهائي غير لما كانوا يقعوا في دور التمانية أو قبل النهائي فأنا طبعا أول مجموعة أفضل ولكن حصل مفرقة غريبة جدا السنة اللي فاتت دي أن اللي صعدوا من دور التمانية إلى الدور قبل النهائي كلهم كانوا تواني المجموعات الأهل كان تاني مجموعته الزمالك كان تاني مجموعته الزمالك كان بعد النجم السحلي الزمالك كان تاني مجموعته بعد أمازنبي والرجاء كان تاني مجموعته بعد النجم السحلي وأيضا الودات كان تاني مجموعته الأهل كان مع النجم السحلي آآ آآ يعني كان كل تواني المجموعات كل تواني المجموعات صعدوا وأول المجموعات كلهم خرجوا فإذا هي مش معيار ولكن أنا بتكلم على منطقيا الأفضل للأهل إنه هو يتجنب يتحاشى لأن كل اللي أنا بقولك عليهم التلاتة اللي هتطلع أول مجموعات سونداونز أو الوداد أو الترجي أنا شايف إنه هم فرق تقيلة يعني ممكن الأهل يخش في أجواء البطولة ويلعب دور التمانية مع حد تاني يبقى دور قبل النهائي ونهائي بقى ده يبقى وضع تاني طيب كابتن أحمد هزين يتكلم أكتر عن اللعيبة اللي طلقت في المباراة بس خليني أبدأ معك من مروان محسن عايز عرف رأيك فيه فنيا المباراة اللي فاتت خصوصا في مباراة الكونغو في الزهاب أو في تكلوب يعني الكونغولي في الزهاب وفي الآياب شفت إزاي مستوى مروان محسن أكيد مستوى مروان يعني يحسب له برغم الانتقاطات اللي تعرض لها مروان لكن مروان عنده صفات اللعب الكبير صفات اللعب اللي يتحمل الضغوط ويمكن ده أنا يمكن لما كنت بطلع في أي برنامج بتكلم على مروان فأقول منها أحسن فرودة في مصر ومحتاج الدعم لأن أنا مش شاف حد في مصر أحسن من مروان وممط من مباراة المباراة بيثبت أن لا إضافة للفريق حتى سواء لما بينزل تغييرها بيضيف للفريق بيحرز أهداف وصنع هدف مباراة الإسماعيلي وصنع هدف المباراة الفريق فأكتر من مباراة مش شرط أن الفرود أن أنا بتحرك لازم أنا اللي أجيب الجول لأني ممكن أنا بتحرك بفضي للناس ومروان عنده الملكة دي وانه يبقى محطة كويسة للناس اللي جاء من تحت وخصوصاً في طريق لعب النادي الأهلي إنه مهم جداً تلايب الفيرود بتاع نادي الأهلي إنه يبقى محطة لأن كل الناس اللي جاء من تحت سواء أفشا سواء محمد شريف سواء كهرباء سواء أي حد منautres لعب طاهر حسين الشحات اللعب دي اللي جاي من تحت دي طرق اللعب الجديدة أجاية كل اللي جاي من تحت ده هو ده اللي بيجيب الأهداف لكن مهم جدا مروان من مميزاته أنه هو بيقدر يتحرك كويس يفضي الناس اللي تحت أو سواء أنه هو يبقى محطة ده أداء مروان وده اللي مش جديد عليه يمكن هو كان بيعاني بينسوق توفيق شوية لفترة الأخيرة لكن هو أنا بشوف أن مروان من أحسن الفراودة في مصر أتمنى أن كل وسائل الإعلام تدعمه لأنه هو يستهل لأنه لم يشاف حد أحسن مرو في المكان ده أو أنه هو يبقى جدير يبقى فرود النادي الأهلي فكل المقاومات فرود النادي الأهلي أكيد موجودة في مروان طيب محمد شريف بقى لازم يأخذك لمحمد شريف ودور مبارح والروتيشن اللي كان بيحصل بين شريف ومروان ده اللي كنت بناشت به الفترة الأخيرة كلها لما شريف ما كانش بيأخذ في المباريات كنت أهو أكيد لعب مهم أكيد لعبها ليديه كتير كان إن هو لازم يبقى ليه دور وشريف من نوعية إن انت ممكن تغير طريقة اللعب على شريف إن أنت ممكن تلعب سترايكر صريح إنه هو يلعب تسعة أو ممكن تلعبه تحت الفروس سواء في الطرف اليمين أو الطرف الشمال هنا ده بيوفر عليك كمدير فني إن أنت تغير عشان كده لما بتبدأ بيه بيبقى مهم لو عايز تبدأ بيه فروس تسعة هيقدر يقديها وبيقدر يحرز أداف وده أثبته لك كمدير فني في أكتر من مباراة لكن شريف ممكن لو مش عايز تستغل له تسعة أنت ممكن ترمي وولتر بواليا في رويد وينزل محمد شريف سواء في الطرف اليمين أو الشمال ده ميزة من مميزات النادي الأهلي إن أنت عندك البدلة كمان زي الناس اللي يجوه ь أحسن فدي برضو من فرأ البطولة فرأ البطولة إن أنت عندك ديكة الاحتياطي لما تبس حتى في أي تغيير الناس اللي بتنزل بتضيف فدي ميزة من مميزات النادي الأهلي وأنا بقول هنا أي حد بيلبس شرعة النادي الأهلي ها مفيش أساسي واحتياطي انت بتبقى جدير ان انت تلبس شريط النادي الاهلي بيبقى عندك لعيب عندك مكاومات البطولة بتقدر تتحمل الضغوط عشان كده مستر مسماني لما بيعمل اي تغيير لا الناس اللي بره بتنزل تضيف وخصوصا ده بان في التغييرات يعني بان في التغييرات وخصوصا الناس اللي بتنزل بتضيف وبتقدر تأمن كويس ده بان في التغييرات لما قفش طلع ونزل حمدي وقدروا ان هم يأمنوا نص الملعب لو عايز تغير شريف من فروة صريح هيندر يلعب على طرف ونص الملعب في跟你torف فده دي حاجة بتميز النادي الاهلي اكيد دكتور طارئ عايز عرف منك اكتر مكاسب النادي الاهلي بعد الانتصار ده بالتحديد انا ب tweet عايز اقول لك شاعة انا حللت موقف الاهلي في مبارات المباريح في سبع عناصر فا prescribed هقول لك السبع عناصر الاول نقط وبعد الممكن ان انت عايز انتكلم فقced له ان ممكن دول بكم keté انا معايي انا معايي انا معايي السبع عناصر دول مكسب ومن خلالهم هتعرفي ان مشوار البطولة أول عنصر كان إيجابي للنادي الأهلي في مباراة مباراة هو حتة الروح القتالية العالية جدا اللي أدى بها الفريق المباراة بعد التعادل مع فيتا في القاهرة الناس كلها كانت ألانة من شكل النادي الأهلي هيبقى إيه واللعيبة حالته بالنفسية إيه وحالته بالمعنوية إيه لا بدأوا المباراة من البداية بروح قتالية عالية جدا استمرت ده نمرة واحد نمرة اتنين أن أي حد حيتوقع كده قبل المباراة الأهلي حيلعب إزاي مع فرقة فيتا أنا لا يمكن أخسر منها لأن الخسارة منها تعني خروج النادي الأهلي مبكرا من البطولة فأنا حلعب إزاي لا أنا عندي مبادرة في الوجوب النادي الأهلي نزل من بداية المباراة هو اللي عنده المبادرة الوجومية هو اللي كان عنده الفرص من البداية هو اللي خلق الفرص من البداية ده نمرة اتنين نمرة تلاتة اللي أنتوا لسه بنتكلمين عنها الوقت المشاركة بمروان محسن ومحمد شريف مروان محصد كراس حربة ومحمد شريف تحته كشادو سترايك خلي بالك أغلب الناس طالبوا قالك طب انت هو يدى يدى يعني يا بواليا يا شريف ما يبقوا مع بعض ليه بالذات أن ما أقولش مثلا أنا ما أفضلش قوي مروان مثلا وولتر بواليا لأن الاثنين عندهم نفس الصفات اللي هي التحرك والتارجة الأمامي ونتحرك وبيتشتغل كمحطة وبيتحرك في جوة منطقة الجزاء وبيجيد اللعب على ألعاب الهوى لكن أما نقول واحد منهم محمد شريف اللي هو بيجي على الأطراف ولعيب عنده القدرة على الاختراق وعلى فكرة مبارح ما هو ملعبش رأس حربة صريح لكن أدى واجبات الشادو سترايكر كما يقول الكتاب أنه بيجي من تحت بيكمل بيسدد على المرمى بيخترق من جوة بيتبادل مكانه مع مروان كل ده عمله فدي النقطة اللي هي نمر ثلاث نمر أربعة الحالة الفنية الرائعة جدا للدفاع أنا ما شفتش دفاع النادي الآلي في الموسم ده كان وصل إلى هذه الدرجة من الكمال زي ما شفتوا في المباراة دي كل رباع المدافعين والخامس اللي نزل بدر يعني محمد هاني وبدر بنون وياسر إبراهيم وأيضا أيمن أشرف وبعدي بيكم الخمسة كانوا تقريبا ما فيش أخطاء تغطية العكسية من الأطراف كانت مدميزة جدا التمركز جيد جدا فقرات العرضية الرقابة والماركينج على المهاجمين كان مميز جدا فدي النقطة كانت نمر أربعة نمر خمسة أفشى الموسيقار اللي أنا سميته مباراة وأنا بعلق قلت في الإزاعة أنه هو الموسيقار بتاع المباراة هو فعلا قائد الفرقة بشكل متميز جدا استغل مهارته في أنه يلعب على التارتان التارتان محتاج لعيبة عندهم قدرات معينة عشان يتحكموا على الكرة في ريباوند للكرة على الأرض أسرع بكتير من الأرض النجيل الطبيعي فده هو كان موسيقار المباراة من قوت نمر ستة ترابط الخطوط والتقارب كان الميزة الكبيرة قوي للنادي الأهل في عصر فيلر أنه كان بيتحرك كتلة واحدة يعني تلاقي لو النادي الأهل تقدم للأمام مضغط بخمس ستة العيبة في القدام تلاقي الاثنين السرد باكين بيطلعوا القدام بيخلوا الفرقة بنسميه الدفاع الكمباكت يعني دايما المسافات مش سايب مساحات واسعة للخطوط القالي كان عنده مساحات كتير في كل المباراة الفاتة لكن أول مرة كله بيتحرك كتلة واحدة وكله بيرجع في الدفاع كتلة واحدة فده قلل المساحات نمرة سبعة هي كلمة واحدة وانت بقى عندك ركلاب عليها الشناوي بس هنقول بقى يعني مش هقولك بقى الشناوي ايه لكن الشناوي ده الواحده مش بس حارس مرمى قوي قائد في الملعب ووجوده والحياة في أوقات كتير بيبقى حاسم جدا بيظهر في الأوقات الحاسمة بيبقى لنا قد ايه أي فرقة كبيرة عايزة تكسب بطولات لازم يكون عندها حارس مرمى قوي زي الشناوي هقولك على حاجة لفتت نظر مبارع في أداء الشناوي الشناوي بعد كرة كانت ملعوبة كروس باس من ناحية الشمال عن طريق اللوزولو ده اللعيب أحسن اللعيب فيهم اللي هو الباك الشمال عمل كرات عرضية كتيرة من ناحية الشمال عمل كرة عرضية طلع الشناوي الكرة عدت على الأي من البيت طلع برغم أنه كان موسطى النفس في الجول شوية رح راجع وراء ولعبها بالبوكس ودها الناحية التانية اللي هي فاضية وما فيهاش لعيبة فطبعا من زكاء حرس المرمن ويلعب كرة بالبوكس في حتة فاضية فلعبها الناحية التانية وبعد رأى عامل إيه كلم الدفاع قال لهم لو هنا سيبوها لي شوفي قد إيه الدفاع يبقى قلبه متطمن يعني اللعيب اللي بيلعب مدافع أنا ممكن لعب مدافع حابق مش خايا طالما ما معايشش النووي يعني إيه بقولك شوفي قد قال له إيه أما تيجي هو بيتكلم طبعا حابق سمعينه بس بقوله كده سيبها لي يعني سيبولي أنا الكرات اللي هي هتبقى عالية في الحتة دي لأن أنا هتعامل معها أفضل مع أي مدافع ممكن مثلا يلعبها بدربة رأس وتطلع في حتة أو تطلع ضربة ركنية لا هو عارف نفسه هيعمل إيه في دي فده عشان كده أنا بقولك كان من النقطة رقم سبعة بس أنا بشوف إن هي في الفترة الأخيرة بالنسبة للأهلي الشنووي دائما هو النقطة رقم واحد في انتصارة إحنا هناخد من النقاط دي بقوا نتكلم مع بعض أكتر فنان في المباراة كابتن أحمد لما نتكلم على الدفاع والصلابة الدفاعية لنادي الأهلي إنبارح ويمكن كنت بتكلم على أنه من أول عشرين ديئة دول عشرين ديئة مثالية مش بس على مستوى الهجوم وكمان على مستوى الدفاع وكمان في المباراة كلها شفت إزاي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون بالتحديد يمكن فعلا محمد هاني طبعا محمد هاني طبعا اللي تحامل على أصابته الصراحة وكان بين قوي مبارا يمكن فعلا من أفضل المباراة اللي شفناها اللي خط دفاع النادي الأهلي وخصوصا هنا في المدافعين يمكن أنا كنت بلعب مدافعة برضو لازم يبقى فيه كامية بنا وبين الأربعة الور يعني أنا والثلاثة اللي جنبي فلازم يبقى فيه كامية بنا كتر اللعب جنبي بعض بنعرف نشيل بعض إزاي نعرف نغطي على بعض إزاي يمكن دي من السلبات اللي تعالجت الفترة الأخيرة يمكن كنت بقول إن كان بيبقى فيه مساحات بين خطوط الدفاع النادي الأهلي لكن فعلا عالجوها في المباراة دي وخصوصا بالكلام الشناوي من وراء يمكن كان دكتور طاري بيتكلم في حتة إن أي كرة هنا سيبوها لي هنا بيبقى عندنا ساقة في الجون يبقى عندنا ساقة في الجون وخصوصا جون بحجم الشناوي فخلوصا أي كرة عالية أو أي كرة معادية هو شناوي هو بيطلع بياخد فهنا الكمية أو الترابط اللي بيبقى بين الشناوي وبين خط الدفاع ده بيبقى مهم جدا هنا كنت أنا بطالب إن أيمن أشرف في المباراة دي إن هو اللي يبقى موجود بعد غياب بقى عليه معلول لأنه عنده الحالة الدفاعية حالة جيدة وفي نفس الوقت أيمن أشرف بيقدر يهاجم كويس وخصوصا المركز ده مش جديد عليه المركز ده لعب فيه كتير في الناشئين النادي الأهلي ولما تصعد معنا في الدرجة الأولى وكان بيلعب في المنتخبات كلها كباكليفت وسموحة وفعلا فهو عنده الملكة هنا لما تقدر تعتمد عليه هنا اللعيب اللي بيلعب دورين بيوفر على مدير الفن كتير يعني ممكن حتى لو أنت سرد باك من سرد باك تحصل له حاجة فبتقدر تدخل أيمن جوه دي اسمه أمرون تاكتيكية بتقدر تدخل أيمن كسرد باك ولو بتنزل باكليفت زي ما حصل التغيير اللي هو بتاع بيكان بس أيمن طلع لكن هنا اللي فرق مع ده النادي الأهلي أن الخطوط فعلا كانت قريبة من بعض يعني فيه فرق لما أنا بهاجم بتبقى كل الدفاع زائق بتبقى فيه دي مساحات حتى إجابية برضو أن الكرة لما بتتقطع في نقطة بيحصل ضغط في نفس النقطة يعني فريمة بيتراجعش وبعد كده بيستنوا يستقبلوا الكرة لأ كان أول ما الكرة بتتقطع من النادي الأهلي كان بيحصل الضغط في نفس الوقت والكلام اللي بيوجه الضغط هو اللعيب للورا مش اللعيب اللي بيضغط يعني يقوله اضغط فبيضغط فالكلام مع بعض كان ده كان واضح ترابط الخطوط مع لعيبة النادي الأهلي بين خط الدفاع وسط الملعب والفرودة وهنا اللي وفر على دفاعات النادي الأهلي كتير الهجوم يعني طول ما أنت بتهاجم كويس وزائل فرقة وواخد المبادرة وفرد اسلوب لعبك ده بيوفر على خط الضغط على خط الضغط عليه فكان يعني من أفضل المبارات اللي كان النادي الأهلي مع التوفيق فيها وفعلا كانت اللعيبة كلها روح قطالية رجالة فعلا روح الفانيلا كانت موجودة في المباراة ويمكن ده اللي كان سبب كبير في شوت الثاني كان فيه في بدايته في تكلوب كان بدأ يضغط من ناحية محمد هاني هنا موسيماني عملت ركاحل ونزل حسين الشحات يسند مع هاني ناحية اليمين وبرضو حمزي فتحي كان كان موجود طبعا ديفاندر ثالث وطاهر راح ناحية الشمال ومن هنا طاهر جاب الجون هنا برضو أنا عندي زي ما قلت لحضرتك قفل كويس قوي اللعيبة عندها مقاومات إن أنا لأ في هوف ممكن مثلا لو بيلعبوا قدامي ممكن ما بيقدرش يدفع معاه كويس لكن دي ملكة عند حسين وملكة عند طاهر إن انت حتى لو هتلعب اربعة تنين تلاتة واحد لو هتطلب منهم مهام دفاعية فهم عندهم ده لكن في لعيبة تانية ممكن ما عندهاش الملكة دي أو ما عندهاش إن انت فوق طاقته انت بتطلب منه حاجة فوق طاقته إنه هو يدفع كويس ويهاجم كويس لكن دي ما يميز لعيبة النادي الأهلي كحسين الشحات أو طاهر إن انت لما بتطلب منه مهام دفاعية لا بيقدر ينفزها كويس فدي حاجة إجابية أكيد دكتور طارق كنت بتتكلم إنه من عناصر أو من المكاسب للمباراة أو من عناصر تحقيق المكسب ده مبارح تقارب الخطوط وإنه الأهلي كان بيتحرك كتلة واحدة وإنه ما فيش مساحات كبيرة للخصم هل ده سهل لتحقيقه في كل المباريات مهما كان مين الخصم اللي قدامك ولا صعب قوي إن تقدر تعمل ده وإنك ما تسيبش مساحات كبيرة للفريق الخصم بص هو أهم حاجة في الموضوع ده بالذات هو التدريب أصلا هو اللعيبة مش بتنزل كده تقولك إيه تعالى نضغط لا هو فيه استراتيجية بيلعبه عليه عشان كده أنا بقولك إيه من ضمن الحاجات اللي كانت إيجابية جدا في عصر فيلر وإن للمرة التانية بذكر اسمه لأن فيلر كان عنده استراتيجية سابتة أنا حضغط الأربعة لمجموعة الهجوم دول واثنين على الطرف كمان يعني أربعة واثنين ستة من عشر لعيبة في الملعب سيبنا من حارس المرمى من عشر لعيبة في الملعب هضغط بستة لعيبة مش ممكن اللعيبة من نفسها كده هتنزل يضغط بستة لعيبة لا ده بي لازم يتمرأ عليه فدية محتاجة إيه هي محتاجة حاجات كتير عشان كده فيه ناس كتير يقولك إيه لا ما قدرش أمارس الضغط ده طوال المباراة لأن الضغط ده محتاج مجود كبير ممكن اللعيبة تفايص يعني في السكة أو يعني تفقد مخزون البدني بتاعها لا هو لو لعيب متمرأ على كده يقدر يعمل دية بشكل أوتوماتيك في بعض لعيبة عندها تعمل دي بشكل أوتوماتيك من غير تدريب ولا حاجة زي مثلا جونيور أجيه جونيور أجيه من غير ما تقوله هو يعني زي ما الكابتن أحمد قال الوقتي قالك إيه جونيور أجيه من غير ما تقوله هو حافظ في واحد تاني تبقى شوية لازم تقوله كتير عشان يعملها فجونيور أجيه وأنا مغمض فقد لقال الكورة وكورة راحت ناحية جبهته الشمال هتلاقي جونيور أجيه ده بك شمال تاني قدام علي معلول لو بيلعب قدام أيمن أشرف قدام بك يعني هتلاقي زي بك شمال فدي موجودة عند بعض اللعيبة لكن فيه لعيبة تانية لازم أنا أمرانهم عليها إزاي الآن اللي كان في بداية الموسم اللي فات بيكسب خمسة صفر واربعة واحد ومش عارف أربعة صفر النتائج الكبيرة دي جات إزاي من نظرية اللعب الكمباكت ده إن أنا بقى أتحرك وحدة وحدة هجوما أتحرك وحدة وحدة الدفاع الطريقة دي لو بتتنفذ ومتمرين عليها اللعبة صح بقى في أي مباراة مش لازم مباراة معينة تسلح في كل المباراة مع هذا طبعا أنت بننكلم مثلا مع مستويات كبيرة زي ما حصل مثلا في كاس العالم الأندية دي ممكن أنا أتعامل معها بشكل مختلف شورة أكيد لسه عندنا كلام كتير طبعا مع دكتور طارق الأدور النقد رياضي كابتن أحمد عيدل نجم الأهلي السابق واسبعد الفاصل أترحب بحضراتكم مرة تانية ولسه معي ديوفي كابتن أحمد عيدل نجم الأهلي السابق ودكتور طارق الأدور طبعا الناقد رياضي كبير كابتن أحمد كنا نتكلم في الفاصل على الظروف الصعبة بالنسبة لعيبة نادي الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب اللي المفروض كانوا يواجهوها درجة الحرارة طبعا الشديدة جدا الرطوبة العالية النجيل الصناعي ولكن مع ذلك شفنا شخصية النادي الأهلي وحضرتك كلعب سابق في نادي الأهلي أكيد عصرة الأجواء اللي شبهة ديوفي تبقى صعبة قد إيه بس دايما النادي الأهلي بيعرف يتعامل بس هنا لو هتتكلمي على الأجواء وهتتكلمي على الملعب لازم نقسمها الشقين الشق الأول أن أنت لما بتتكلم على جو أو بتتكلم على رطوبة عالية أو درجة حرارة عالية أو النفس مش قادر اللعيب ياخده بصورة كويسة هنا بتتبقى مطوفقة على اللعب أيها اللي في الملعب اللعب أيها اللي في الملعب لازم يبقى فيه قائد أن هو بيتحكم في رتم اللعب ما ينفع гораздо أن رتم اللعب يبقى عالي طول الوقت ودي اللي كنت أقولها على طول الفترة الأخيرة أنه لازم واحد زي السلية يبقى موجود لازم واحد زي أفشة يبقى موجود في الملعب لأن اللعبة دي عندها ملكة أنها بتعرف تتحكم في رتم اللعب كقائد داخل دي كانت موجودة في حسام غالي قبل كده إنه هو ما ينفعش أن رتم اللعب يبقى عالي طول الوقت أنا بعرف بعالي رتم اللعب إمتى بهدي رتم اللعب إمتى اللعيبة بتبقى تعبانة إمتى أضغط إمتى ما ضغطش إمتى دي بترجع برضو دي ما بتبقاش كل حاجة على المدير الفاني هنا اللعيبة لازم بتبقى بتتكلم مع بعض هنقفل مسلا نعمل زوم من دلوقتي سواء هنضغط من قدام هنباصي الكرة هي التي تشتغل ده بالنسبة للشك اللي هو لو فيه رتوبة عالية أو لو فيه درجة حرارة عالية الشك التاني بالنسبة للملعب هو من أصعب الملعب اللي ممكن تقدر تلعب عليها هو النجيل الصنوعي النجيل الصنوعي لأنه بيبقى فيه طبقة زي صخرية تحت النجيلة فدي برضو بتأثر على الكرة حتى وهي جاية والنجيل الصنوعي من نوعية إن الكرة وهي جاية ممكن تغير اتجاهها فدي برضو بتبقى عايزة حرص عايزة استلام جيد وده طبعا كل المالكة دي عند لعيب تنادي الأهلي لكن نجيل الصناعي بيبقى ليه مواصفات خاصة حتى في الباص عشان كده كان من المهم إن مثلا إن كانت الفرقة تتمرن على ملعب زي دوات قبلها ويمكن ده مش عارف حصل أو لا فدي حاجة من مهمة جدا إن لعيبوا وفعلا قدروا إن هم يتعاملوا معها دي بس من المساوئ بتاعت نجيل الصناعي يمكن أنا بقول لحضرك من أسوأ الملعب اللي ممكن تتلاعب عليها لكن الحمد لله إن لعيبت نادي أهلي قدرت إنها تتغلب عليها الحمد لله فعلا دكتور طارق حتة بقى الأرقام بتاعتك أنت والناس بتحب تفهم الحسابات اللي جاية إيه المطلوب من النادي الأهلي الفترة اللي جاية احنا منتكلم في إن المجموعة سيم بقى الأول دلوقتي بعشر نقاط النادي الأهلي بعدي بسبعة وفيتا بأربعة المباريات الفضلة لنادي الأهلي ومفروض يبقى التعامل إزاي بقى الحسابات طيب نمسك المجموعة الأولى ونشوف المجموعات نمروا برضو على المجموعات الثانية عشان نعرف مين المرشحين المجموعة الأولى دي هي المجموعة الوحيدة اللي مفيش منها حد ضمن التأهل بينما المجموعة الثانية والثالثة وربعة قلتلك الثلاث فرق اللي هم سانداونز والوداد والتراجي ضمنوا خلاص السقوط أيا كان قبل جولتين من النهاية نحن نحب التشويق نحب السوسفينس نحن نحب السوسفينس هو فعلا أنت تعرف اللي حصل بماتش فيتا هو ده السوسفينس بتاع البطولة دي زي السلم فات كده كان فيه ثلاثة السوسفينس فإحنا بنتكلم أن دلوقتي أن دلوقتي أن دلالي عنده مباراة المريخ بره وعنده مباراة سيمبان أنا بشوف أن الأهلي بيفكر في حاجتين أولا أن ضمن التأهل وبعد العثرة التي تجاوزها بالفوز على فيتا فإن هو يفوز على المريخ بره ملعبه وإحنا لسه في دور المجموعات يبقى أن دلوقتي يعمل ثلاثة انتصارات بره ملعبه وده الحد الأقصى اللي عمله في تاريخه أنه يعمل ثلاثة انتصارات كان قبل كده ممكن مثلا يلعب سبع مباريات عمل ثلاثة انتصارات ارتفعوا السنة الفات إلى أربع باعتبار أن المباراة النهائية كانت مباراة الزمالك هي بالقرعة كده كانت مباراة الزمالك فيعتبر أربع انتصارات خارج الميدان لكن طبعا نظريا هو في القاهرة وكان الأهلي والزمالك فبالتالي كانت ثلاثة انتصارات بره يبقى النادي الأهلي عايز يفوز على المريخ يتبقى مباراة سيمبا مباراة سيمبا لو النادي الأهلي فاز بيها وكانوا متساويين في النهاية إمتى يتساوي لو الأهلي فاز مثلا على المريخ ورح جاي سيمبا فاز على فيتا في ملعبه في دار السلام لأنه حيلعب وهو على فكرة سيمبا فاز على فيتا في كنشاسة فلو فاز عليه تاني هيبقى 13 نقط والأهلي هيبقى عشر يبقى المباراة الأخيرة بين الأهلي وسيمبا هتكون ليلة فاصل لو الأهلي كسب 2-0 يبقى الأول لازم يكسب أكتر من 1-0 لأن هنا كل فارق الأهداف ما يتحسبش إمتى يكون فارق الأهداف لدور وده بقى الصالح الأهلي لو الأهلي فاز 1-0 وكان سيمبا فاز 1-0 المواجهات المباشرة بقى نشوف فقى المواجهات المباشرة يبقى 1-0-1-0 بعد كده نلجأ لفارق الأهداف لأن كل المواجهتين نفس النتيجة بالزبط فنرجأ لفارق الأهداف فارق الأهداف للوقتي الأهلي ليه 8 وعليه 3 يعني ليه فارق 5 فريق سيمبا برضه 5 وعليه 0 له زائد 5 بس الأهلي جايب أكتر بس الأهلي أهدافه أكتر بس خلي بالك بقى لو الأهلي فاز بالماتشين وفاز على سيمبا من فرقه على سيمبا يبقى أوتوماتيك الأهلي حيجيب فارق أهداف أكتر لأن الـ 1-0 دي هتبقى معناها جول الأهلي وجول على سيمبا فطبعا دي هتفرق في فارق الأهداف فبكده كده أن الأهلي لو وصل أنه هو فارق 3 نقاط ومباراته في القاهرة مع سيمبا إن شاء الله لنادي الأهلي لو فاز 1-0 بس هيبقى هو على قمة المجموعة إن شاء الله ده اللي نتمنى عايز عرض صورة مع حضراتكم كده ونعلق عليها نشوفها دلوقتي ليه علاقة طبعا بميسي ده في تنصيب لابورتا كرئيس لبرشلونة الجديد وميسي هنا طبعا في الصورة وميسي يمكن من أكبر المؤيدين للابورتا شايفها إزاي كابتن أحمد شفت إزاي أصلا تنصيب لابورتا وأنه هو رئيس جديد لنادي برشلونة بعد فترة صعبة قوي مر بيها برشلونة هو كان من أسوأ الحاجات اللي كانت في برشلونة ورئيس النادي السابق برثوميو كان مصمم جدا على على أي مدير فني بيجي برغم نتائج سيئة للفريق بعدم تحقيق دوري أبطال الأوروبا بعدم تحقيق دوري الأسباني لكن ويمشي سوارز ويمشي ويجيب أكومن نفسه كان في سلبيات كتير جدا كان لازم يتغير عشان إن شاء الله نشوف برشلونة في حالة بعكس السنين اللي فاتت إن شاء الله يا دكتور تاري رأيك في تنصيب لابورتا وفي الصورة وميسي وهو موجود طبعا وزي ما بقول من أكبر المؤيدين طبعا برثوميو كان موجود في فترة سيئة جدا لبرشلونة لكن لابورتو كان موجود في فترة زهبية جدا في مطلع القرن ده اللي وصل فيها برشلونة إلى أفضل مستوياته الفنية والنفسية وكان نجومه في قمة مستواتهم سواء تشافي هرناندز وميسي نفسه وإنيستا وفكرتني بالأيام من المكسب كانت فرقة ملاش حل وبعدين على فكرة حتى الإنجاز اللي عمله باير مونيخ السنة دي بالفوز بالسوداسية اللي هي دوري وكاس محلي وسوبر محلي وبطول الدورة أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي الست بطولات دوري كان عملهم سبق برشلونة وعملهم في 2009 فأنا شايف أنه فيه علاقة حب كده وعلاقة ود بين ميسي ولابورتا وهو اللي أنقذ برشلونة بعد فترة سيئة جدا وأعتقد أنه ممكن برشلونة دلوقتي بوجود ميسي يوصل إلى أبرز مرحلة نجاح يعملها السنة دي في ظل التضارب الشديد في كل شيء فيه على إدارة النادي وفيه مشاكل الفرقة وفيه خسارة سقيلة كانت في نهاية الموسم اللي فات أمام باير ميونيك كل المشاكل والأزمات اللي مر بيها برشلونة دي أنا أعتقد ممكن تتحل لو حصل حاجة هو حيلعب نهاي الكاس لو فاز بالكاس وعنده كمان فرصة أن يفوز بالدورة لأنه قلص الفرق مع أتلتكو مادريد المتصدر إلى أربع نقاط وفيه مواجهة مباشرة بينهم لو فاز بيها برشلونة حيبقى فرق نقطة فأنا شايف برشلونة لو نجح في أنه يفوز بالدورة وخد الكاس يبقى هو في موسم سيء جدا عمل إنجاز كبير زي كده أنا شايف ده يحل كتير من المشاكل شايف مباراة برشلونة وأتلتكو مادريد مين الأقرب للفوز فيها لا هو الوقتي أتلتكو مادريد كان عامل موسم كويس جدا لكن مع توالي المباراة تراجع شوية أتلتكو وبرشلونة بتدى يرجع شوية فعشان كده أنا بشوف أنه تحيل لو سخرية القدر خلت أن سوارز جيب بقى هدف أو أكتر في برشلونة عارف الانتقام بقى دايما فرقة القدم تديك فرصة تانية أنك تنتقل لا بس طبعا سوارز طبعا نجب كبير وخلي بالك أن كمان سوارز تربطه بميسي علاقة صداقة ميسي ما كانش عايزه يمشي فعلا بالضبط فكانت دي مشكلة كبيرة يمكن أحد أسباب اضطراب أداء ميسي في الفترة اللي راحن فيها سوارز في بداية الموسم دوت هو اللي أنا بقول عليه دوت الصداقة الكبيرة وكان رفضه التام وبرتميه قاعد يكلمه من هنا للسنة الجاية عشان بس يتخلى عن فكر التخلى عن سوارز وطبعا فعلا سوارز هو بينافس على لقب الدور الأسباب بالضبط كابتن أحمد نرجع بالأهلي وعايز أسألك المباراة دي والفوز ده بعد الظروف الصعبة دي شايف قد إيه هتفرق معنويا مع اللعيبة في مشوار أفريقيا بقى اللي جاي وقبل مباراة المريخ أنا بشوف أن دي من أهم المباراة اللي فعلا نادي الأهلي كان لازم يحقق مكسب وخصونا بعد الفترة الأخيرة فعلا بيرجع سقط اللعيبة في نفسها بيرجع سقط المكسب المكسب أنا بشوف أن مع لعيبة نادي أهلي ومكسب فان نادي الأهلي هو مكسب بيجيب مكسب معنويا اللعيبة بترجع تاني سقطها في نفسها بترجع تاني اللعيبة بتتلم بيبقى ليهم دور اللعيبة الكبيرة في المباراة دي وفي المباراة اللي جاية ده بيقدر يساعد أي قائد قائد خارج الملعب. ده هيسهل عليه كتير جدا مع الفريق. مع اللعبة الكبيرة الموجودة. سواء مروان سواء ايمن اشرف. اللعبة السلية. اللعبة اللي عندها صفحات القيادة. ده حتى عندنا في الكرة يسمى حاجة اسمها قدت اللبس. دي يعني المكسب لما بيرجعه. والنادر اللي عنده برضو من المميزات انه بيقدر يقفل صفحاته. سواء بمكسب سواء باخسارة. هو بيقفل الصفحة. مع انها تبقى صعبة شوية على اللعب يا يا كابتن. فكرة ان انا اقفل الفات ده وافكر بس في اللي جاي. خصوصا لو الفات ده كان حاجة سلبية. وانا زي ما قلت حضرتك. اللعيب النادي الاهلي هو عنده مكاومات البطولة. صح. دي من صفات لعيب النادي الاهلي. بالضبط. ان هو سواء سلبية او ايجابية. هو بيقدر يقفل الصفحة. حتى السلبية هو بياخد منها بيحول الحتة ايجابية. حتة ايجابية. حافظ. ان اللعيبة تتلمي تاني. تبقى اخطأنا ايه. تبقى سلبياتنا ايه. صح. فاللعيبة قبل الجهاز الفني هي بيبقى عندها ده. فلما الجهاز الفني بيطلب منه اهداف او بيطلب منه اي حاجة. فاللعيبة بتقدر تنفذها لانها عندها. لكن في لعيبة تانية هي ولا عندها مكاومات البطولة ولا عندها. فلما المدير الفني بيطلب حاجة. يبقى صعب. فما بيقدرش حتى في اللعيبة كبيرة جدا. لعيبة حقاقت البطولة. وان شاء الله تتحققها للمرة التانية على التوالي. ان شاء الله. وان شاء الله الفترة اللي جاهدة تبقى craráك يعني على جماهير النادي الاهلي. وعلى الجهاز الفني. وعلى اللعيل ان شاء الله. من وجهة نظرك. من وجهة نظر افشة. لان افشة هو اكتر واحد اعرف يتعامل مع الترتان ده اللي انت ما بتحبهوش عارف يتعامل مع الأرضية الترتان لأنه يمكن الكابتان عارف الكلام ده وكلعب كورة عارف أن سرعة ارتداد الكورة والتحكم في الكورة والطرئيس واستقبال الكورة كل ده موقف تاني خالص بجانب طبعا الأثر السلبي والضر جدا للترتان عشان الأرض أكثر صلابة فبترد على مفسر الرجبة أغلب إصابات الرجبة اللي حصلت في العالم بداية تنفيذ ملاعب الترتان دي كان في التمانينات كده أول ما أفكر تحدي أقول لك الفرق اللي ما عندهش ملاعب وكلام منه يتعامل ملاعب الترتان بيقساء سهل وسريع سبب فشله هو الإصابات الكتير شفت أن أنا ليه حق ما أحبوش شفت أن أنا ليه حق ما أحبوش زي ما قلت لحضرك فعلا أنا دكتور لأنه بيبقى في طبقة صلبة تحت النجيلة اللي هي بتبقى طبقة صلبة زي أسفلت كده بتبقى طبقة خشنة حتى على رجبة اللعيب يمكن لو نرجع بالذاكرة شوية أن زي ما قلت حضرك أن أفشة متعود على النجيل الصناعي لأنه اللعب في الرجاء والرجاء كان بيلعب على ملعب نجيل الصناعي فهو عنده برضو خبرات قديمة في حتة اللعب على النجيل الصناعي كابتن أحمد من وجه نظرك أنت مين نجم المباراة مرات الأهلي وفيتا كلاوت أنا بالنسبة لي بيبقى الفريق أيوا أنا عارفة أنا عارفة ودي جابة صحة جدا والله دي مش دبلوماسية بس الفريق كله فعلا اللي فرق معدنة دي الأهلي أفشة أفشة بفعل لأن المركز ده هو زي ما قلت لحضرتك هو اللي بتحكم في ريتم اللعب أفشة من نوعية كمان أن أنت في مصر دلوقتي بتفتقد رقم عشر اللي هو اللعيب اللي بيلعب تحت الفيرود ده قليل جدا دي كانت موجودة برضو قبل كده في صالح جمعة فاللعيب ده في مصر بتبقى أنت اللي بتبني عليه طريقة لعبك فإن أفشة بيبقى في أحسن حالاته وبيقدي هتلاقي الفريق في مكسب هتلاقي أن أنت كل شيء بتروح للجون هتلاقي في ريتم اللعب بيتحكمه في ريتم اللعب فأنا بشوف أن من نجوم المباراة أفشة أكيد أكيد دكتور طارق إيه أبرز التحديات اللي بتواجه أو هتواجه النادي الأهلي الفترة الجاية ولازم نكون واخذين بالنا منها في مشوار أفريقيا وبشكل عام بقى الحمد لله أن فيه فترة توقف دولي برضو تساعد اللعبان يبقى في ريكافري ولكن ترجع على برضو مباريات كثير أوي سواء دوري أو أفريقيا هو أبرز تحدي هو اللي أنت قلت له ده ازدحام الأجندة بشكل كبير جدا لأن طبعا فترة التوقف دي هي آخر فترة توقف في الحياة كلها السنة خلاص بعد فترة المنتخب دي هيبقى فيه تجامع معتنى قبل المنتخب في شهر 6 بس طبعا حيكون قبل الدورة الأولمبية بيتجمع فيها الأولمبية ضغط جامد أويكاس مصر وأفريقيا وسوبر لكن خدي بالك أصعب فترة هيمر بيها الأهلي ربما في تاريخه وفي تاريخ أي نادي مصري تاني هو ما بعد العودة أما حيلعب بقى مباريات المريخ ثم مباراة سيمبل أخيرة ثم بعد كده لما حيبتدي بقى في المشوار المحلي بلقاء القمة الأهلي والزمالك لأن من مباراة الأهلي والزمالك الأهلي كده عدي مثلا يوم 18 سيبي 19 و 20 هيلعب 21 سيبي 21 و 22 هيلعب 23 و 23 سيبي 24 و 25 هيلعب 26 أول مرة كل يومين أو كل 3 أيام خلي بالك كتير قوي فرق لعبة كل 3 أيام اللي هو كل 72 ساعة بس طبعا إحنا منتكلم لما بلعب النهاردة ما فيش غير يومين بس هما اللي في النص لأن ما بلعب كل 72 ساعة بيقى فيه يومين بس في النص آه كان ممكن فريق يلعب كل 3 أيام وبعد مرة كل 3 أيام بس بعد كده يوسع شوي بقى كل 4 أيام أو كل 5 أيام لكن إن أنا ألعب ست مباريات متتالية بين المباراة والمباراة 72 ساعة بشكل متوالي دي ما حصلتش في تاريخ الكرة المصرية اللي عنده حاجة غير كده يطلعها لي لا عمرها ما حصلت في التاريخ يلعب 18 21 24 27 30 2 وهكذا بالمنظر ده ده هتبقى من أصعب الفترات اللي حي مرور بيهم بمناسبة بقى الدكتور اللي بيكلم عليه دكتور طارق فكرة إن إحنا دلوقتي عندنا أكتر من لاعب في كل مركز ده هيساعد النادي الأهلي بشكل كبير دي فعلا أنت حطيت إيدك على نقطة مهمة جدا إن زي ما قلت لحضرك وهتلاقي كلام كله مربوط ببعضه إن أي حد بينزل ما تحسش إن الأداة تأثر هنا الملكة اللي موجودة عند العيب تنادي الأهلي إن اللي بره زي اللي جوه اللي بره أحسن من اللي جوه فلما بينزل بيضيف وفي فترة دي حتى لو أنت بتعمل حتى لو أنت بتعمل recovery كويس حتى لو أنت بتعمل استشفى كويس مهمة جدا إن تعمل rotation في التغييرات حتى في التشكيل rotation حتى في التغييرات إن إنت فريق إنت متعود أن إنت بتلعب بـ 14 لعيب أو بـ 15 لعيب لا إنت ممكن تعمل rotation بحيث إن مايبقاش في ضغط زي ما شفنا أليو ديانج بينزل مكان حمدي على مدارة 3 مباراة فما بتحسش إن الأداة تأثر لكن هنا دي الملكة اللي موجودة عند العيب تنادي الأهلي إن إن انت تقدر تعتمد على الناس اللي بره وخصوصا أن انت لما بتعتمد على الـ 25 لعيب في المواقف اللي إزاي دي لما يعندك 6 مباراة كل 3 يام مباراة تقدر إن انت حتى لما بتغير في التشكيل هتلاقي نفس سيستم اللعب ودي الملكة اللي عنده مستر المسلماني إن مهما بتغير هي طريقة اللعبة بتفضل ثابتة ودي الشخصية اللي بيحطها المدير الفني في اللعبة إن هي طريقة اللعبة بتفضل هي هي وما بتتغيرش حتى مع تغيير أي لعبة إزاي يقدر يحافظ على اللعبة بقى الفترة اللي جاية دي وإحنا عندنا ضغط مباريات وعندنا رجوع مصابين منهم طبعا وليد سليمان هي عملية الاستشفى عملية الاستشفى ودي حاجة بتحصل لمجلس دارة النادي الأهلي إن غرفة النادي الأهلي بقى فيها استشفى جيدة وفيه أجهزة جديدة جات كمان فيه أجهزة جديدة فدي بتساعد برضو فدي حاجة تحسب للمجلس الإدارة إن هو زي ما بقول إن هو بيوفر كل وسائل النجاح للجهاز الفني وده فعلا عشان كده مكومات البطولة هي فعلا عند مجلس دارة النادي الأهلي اللي بيقدر يوفرها للجهاز الفني إن هو ما يحتاجش لأي حاجة إن هو حتى يخرج برا النادي فيه عندها تانية بتقدر تعمل الاستشفى برا لكن النادي الأهلي بيوفر أو كمجلس دارة النادي بيوفر أي سبل للنجاح وده فعلا عشان كده هتلاقي بطولة في الأخ أكيد بشكرك جدا كابتن أحمد عادل نجم الأهلي السابق الحقيقة نورتني وإن شاء الله نبقى بنحتفل قريب بالعشرة دكتور طارق الأدور نورتنا ومعلومات كتير الحقيقة تفرق جدا مع جماهير النادي الأهلي بشكر حضرتك شكرا لك وشكرا لقناة الأهلي وشكرا أيضا لنادي الأهلي على أداء الجميل مبارح كنا نفسينا نفرح كمان بالزمالك لكن لأسف يعني عندنا أمل في أن الزمالك بقى الفرصة الضيقة دي هستغلها بشكرك جدا يا كابتن شكرا بشكر حضرتكم كمان على المتابعة والحقيقة أنه ده أكتر وقت بيبقى النادي الأهلي أو فرقة النادي الأهلي محتاجة الجماهير في ظهرها ومبارح كان فيه ترند على تويتر طالع أنه الحمد لله على نعمة الأهلي ده اللعيبة والجهاز الفني محتاجه بس من الجماهير الفترة دي أن نكون في ظهر فرقنا وإن شاء الله تبقى العشرة يا أهلي بشكر حضرتكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر